بناء صمود مقاومة عنوان محاضرة في الذكرى السادسة والأربعين للحركة التصحيحية ألقى فيها الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطريات في حزب البعث العربي الاشتراكي كلمة بمناسبة هذه الذكرى المهمة في تاريخ سوريا الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد هي بداية نهضة سوريا المتطورة اليوم الشعب السوري رغم كل هذا الذي يجريه أكثر تمسكا بمبادئه أكثر تمسكا بفكرة العروبة وأيضا أكثر تمسكا بمسالة المقاومة إذن عمليا ما أسست له الحركة التصحيحية من عنوان اليوم يعاد إنتاجها بإقلاد السيد الرئيس لذلك التركيز عليها وتنشيط الذاكرة الوطنية هو الذي يعطي وقود إضافي في إطار هذه المواجهة المحاضرة التي حضرها عدد من أفراد قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تحدث فيها الدكتور المفتاح عن دور حزب البعث في الحركة التصحيحية وفي إسقاط المشاريع الاستعمارية في تلك الفترة رسالة حزب البعث مستمرة مع استمرار منهج التطوير والتحديث في سوريا